اشتركوا في القناة من مشاركاته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال كل السنوات الأخيرة الأهل منذ عام 2017 حتى 2023 وصل ست مرات إلى المباراة النهائية من أصل سبع نهائيات أقيمة خلال هذه الحجبة الزمنية في أوقات كثيرة جدا كانت بعض الظروف تسمح بالفوز بالبطولة المنافسة بشكل عادل تغيير نظام البطولة العودة للنظام القديم كانت فيها تفاصيل وكواليس كثيرة جدا ولكن اليوم نحن مع الحاضر نركز في مباراة اليوم نركز في دوري أبطال إفريقيا هذا العام بالتأكيد التركيز على الشوت الأول في القاهرة في انتظار أكيد النتيجة للاستعداد بشكل جاد للقاء العودة في كازابلانكا يوم الأحد المقبل والشوت الثاني إن شاء الله سيكون في مركب محمد الخامس حالة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل وآخر الأخبار وآخر المستجدات وأنا عايشكم في الحدث أول بول وقبل ما يقرب من أربع ساعات من موعد المباراة اللي هتنطلق إن شاء الله النهاردة الساعة 9 ساعة مساء بتوقيت القاهرة بصافرة تحكمية للحاكم الليبي معتز إبراهيم الشلماني اللي هيقود هذه المباراة ومعها على تقنية الفيديو الحاكم التونسي هيسم قراط والجزائري مصطفى غربال وأيضا حاكم كاميروني في تقنية الفيديو حلقة فيها كواليس مهمة جدا ولكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الوداة اليوم في ظل الغيابات اللي ممكن تكون موجودة في بعض المراكز أفضل تشكيل يبدأ بي كولر مباراة النهاردة إيه وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة أستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم ومشاركاتكم على سؤال حلقة النهاردة لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في تريند الأهلي الليلة الأهلي يغازل اللقب الحداشر وكمان توافد جماهير الأهلي على استاد القاهرة وأخيرا تصريح مهم جدا لدكتور سعد شرابيا المدير التنفيذ لنادي الأهلي نثق في جمهور الأهلي استعراض مباراة اليوم بالتأكيد رغم أن في بعض المباراة في الدوريات الأوروبية التي انتهت بشكل رسم وخصم أبطال هذه الدوريات ولكن النهاردة الكل بلا استثناء هيكون كل تركيزه على زهاب نهائي دوري أبطال إفريقي الأهلي القاهري الأهلي المصري يستضيف الوداد الرياضي المغربي في التساع من مساء اليوم على استاد القاهرة الدوري دي أبرز مباراة النهاردة واللي بالتأكيد نصرح المباراة هيكون في استاد القاهرة الكل بالتأكيد هيكون مركز على متابعة هذا اللقاء نخرج إلى فاصل وبعض الفاصل نرجع عندنا كواليس وتفاصيل مهمة جدا وأنا أعيشكم في الحدث أول بول حتى إن شاء الله نهاية الحلقة وقبل معاد المباراة بحوالي ثلاث ساعات إن شاء الله المشاهد الجميلة اللي شايفينها على الهواق مباشرة من استاد القاهرة الدولي وتوافد عدد كبير جدا من جماهير الأهلي قبل ما يقرب من حوالي أكتر من خمس ست ساعات يمكن البوابات فتحت حوالي الساعة اثنين الضهر والمباراة الساعة تسعة لكن جماهير الأهلي دائما بتصنع الحدث الناس موجودة في الاستاد من الساعة اثنين التالتة شمال الجزء الأسفل من تحت بالكامل ممتلئ من قبل موعد المباراة مثلا بحوالي أكتر من خمس ست ساعات حضور جماهيري كبير جدا النهاردة استاد القاهرة الدولي هيكون كامل العدد ما يقرب من ستين سبعين ألف مشجع هيكون في استاد القاهرة للمساندة والمؤذرة والدعم النهاردة بإذن الله هيكون فيه قرنفال وسيمفونية في استاد القاهرة من جماهير النادي الأهلي اللي دائما وأبدا بتضرب المسأل في التشجيع المثالي في كل المباراة الإفريقية ولو نرجع كده الخطوات لوارا شوية يوم الاتحاد الإفريقي استحدث جايزة لأفضل جمهور والجمهور اللي ليه تأثير في الملاعب الإفريقية كان جمهور الأهلي بصوا الله طل على الشاشة دي قدامكم راجل كبير في السن ربنا يدي له الصحة الله يعطيك الصحة والعافية يا حج رايح الاستاد هو والأسرة شباب وبنات ستات ورجالة الكل بلا استثناء بس أنا بركز يعني يا ريك ترجع له الصورة تاني يعني شوفوا يا جماعة حب الأهلي حب الكورة حب البلد وصل لأي مرحلة ربنا يدي له الصحة ماشي وبيحاول يوصل للأستاد وعايز يروح يشجع ورايح من بدري وشوفوا الشباب الأطفال يعني كل الأعمار السنية النهاردة كلها موجودة في استاد القاهرة للتشجيع والمسندة لبطل إفريقيا الدائم في القرى الإفريقية صاحب الرصيد الأعلى من الألقاب القرية النادي الأهلي صاحب الفوز بيزيل بطولة عشر مرات الأهلي النهاردة بيلعب رقم ست يعني بيلعب الفاينل رقم ستاشر عدد مباراة كبير جدا اللقطة دي ما يفعش عديها يا جماعة اللقطة دي النهاردة هي تريند على فكرة ربنا يديك الصحة يا حج وتفرح وبتتسند بقى على ابنك وعلى حفيدك يعني إن شاء الله بإذن الله يعني كلكم تفرحوا النهاردة وتساعدوا بالنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله طيب النهاردة عندنا كوالس كتير جدا وهنتكلم على الأجواء في استاد القاهرة وكمان هنتكلم على أجواء فندق إقامة أهلي النهاردة عندي أخبار مهمة جدا من معسكر إقامة الأهلي ومعسكر فندق الأهلي وإزاي الفريق استعد لمباراة بكرة لكن محيط استاد القاهرة الدولي وزي ما تشايفين على الشاشة توفض الجماهير للوصول إلى مدرجات الاستاد من كل الجوانب بقى يمكن الجانب ده مثلا متعلق بالدرجة الثالثة من شوية كانوا عندنا القدرات ولقطات من ناحية مسجد الرجدان البوابر الرئيسية فكل التفاصيل أنا أعرفها من خلال زي منا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في محيط استاد القاهرة الدولي اللي عنده تفاصيل مهمة جدا أولا بالنسبة لدخول الجماهير وكمان كواليس متعلقة بفريق الوداد الرياضي المغربي وتشكلته الرسمية اللي ألعب بها النهاردة مباراته مع النادي الأهلي فاروق مساء الفل محمد خليني أرحب بك يا محمد ورحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان أنا الأهل اللي رب وعلم بكلمة حب مسموعة وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوع ده المشهد محمد اللي احنا لمسينه النهاردة من دخول الجمهور كل الفئات وكل المراحل العمرية والسنية الجميع النهاردة بيتصابق إن شاء الله لمسندة ومؤذرة النادي الأهلي هنا من داخل محيط استادل القاهرة زي ما انت استعرضت يا محمد وقلت نقاط مهمة جدا كلنا النهاردة بنقول يا رب النهاردة كلها مصر بتلتف حول النادي الأهلي كل العب من النادي الأهلي كل فاردة داخل المنظومة أدى دوره الجماهير اللي موجودة منذ الساعات الأولى لليوم وبدأ التوافودة من محافظات كتير يا محمد خلينا أقولك إن في ناس جامل من أقصى الصعيد من النقصر من أسوان من سهاج من أسيوت من إينا من المينيا من بني سويف أيضا جانب المحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ وضمنور الشرقية المنصورة مش عايزة استثناء أي محافظة الجميع النهاردة بيتصابق الجميع بيساند ومؤذرة ومساندة النادي الأهلي خلينا أقولك أيضا على دور الجهات الأمنية وتوفير كافة الأمور في ناس موجودة منذ الساعات الأولى بتتكلم في الساعة 5-6 صباحا موجودين التنظيم الأمن تيسير كافة الأمور للجماهير للدخول وزي ما قلنا عن دخول للجمهورية محمد خلينا أقولك 50 ألف متفارج زي ما أعلنت الجهات الأمنية هو الذي تم السماح لهم بالحضور الذي قل المباراة طبعا فيه تخصيص 2500 تذكرة إلى جانب جمهور الوداد لكن خلينا أقولك بقى أماكن دخول الجماهير للإستادل القاهرة طبعا تم تخصيص بوابة مسجد ألا رشدان لدخول دخول الجماهير المأصورة والدرجة الأولى يمين ويسار من بوابة مسجد ألا رشدان إلى جانب دخول جماهير الوداد اللي تم تخصيص مدرج الأولى العلوي لجماهير الوداد وخلينا أقولك عددهم محمد بيتجاوز الألف كلم ما بين ألف ليه 1500 مشجع مغربي يعني استحبوا بعثة فريق الوداد للقدوم إلى القاهرة اللي معاهم بعثة ألمية ضخمة جدا يا محمد معاهم عدد كبير جدا من الإعلاميين لمسينهم فيه لدى وجودنا طبعا فيه محيط استادل القاهرة طبعا زي ما قلنا 1500 فارد من جماهير الوداد إلى جانب طبعا بقى محمد تخصيص يعني بوابة طريق الناصري لدخول جماهير الدرجة التالتة يمين طبعا تخصيص بوابة صلاح سالم المطل على شارع صلاح سالم لدخول جماهير الدرجة التانية والدرجة التالتة شمال الأجواء الكواليس سنة محمد الجميع بيقول يا رب إن شاء الله كل الأمور النهاردة توفيق ربنا يكون مع الجماهير الجماهير الأسر المصرية اللي بنشوفها محمد إن شاء الله ترسم ملحمة النهاردة في استاد القاهرة تأكيدا لكلامك يا فاروق هو طبعا السعر المحددة لجماهير الوداد حوالي 2500 تسقرة لإن خلاص تحدد عدد السعر اللي تم طرح تذاكرها 50 ألف فطبقى للاحة الكاف 5% من هذا الرقم لكن إدارة الوداد اشترق ألف تسقرة فقط من الـ 2500 عشان توزحها على جماهيرها ده تم حتى بشكل رسمي من خلال الشركة المسؤولة عن طرح التذاكر وفي الاجتماع الفني تم الاتفاع على كل هذه التفاصيل فالوداد اشترق ألف تسقرة فقط من الـ 2500 وبالتالي هيكون فرصة أنه يوزع هذه التذاكر على جماهيره لأنه فيه أعداد كبيرة جدا من جماهير الوداد وصلت النهاردة صباح اليوم في المطار القاهرة الدولي استعدادا طبعا للوصول إلى استاد القاهرة وحضور المباراة التذاكر المتبقية أي بقى عدد من الجماهير المغربية المقيمة في القاهرة عايزة تشتريها محدد لها كده في إكشاك معينة قريبة من الاستاد في إحدى الشوارع القريبة من استاد القاهرة لشراء النسبة المتبقية وشرط أساسي لدخول الجماهير التسقرة وجواز السفر أيضا كمان المغربي لتأكيد الهوية في مسألة الحضور ولكن وانت دلوقتي يا فاروق أمام المقصورة الرئيسية والمدرجات الدرجة الأولى الجماهير وانت بتلتقي بيهم تفاعلاتهم معاك إحساسهم إيه فيه تفاؤل فيه حذر شوية يعني شايف الأجواء إزاي وكمان درجة الحرارة في الاستاد دلوقتي معه يعني حلول المساء هيكون أكيد الجو أفضل كتير يعني خلينا نقول لك محمد حاليا درجة الحرارة خمسة وتلتين درجة مقوية يعني أثناء توقيت المباراة درجة الحرارة تراح ما بين تمانية وعشرين لستة وعشرين درجة مقوية أعتقد تتبقى درجة حرارة مناسبة أن احنا نشوف مباراة كبيرة إن شاء الله من العبل للنادل أهلي لأنا لمسه من الجمهور حالة تفاعل يعني كبيرة جدا من جانب جمهور للنادل أهلي على المستوى الشخصي يا محمد أنا متفاعل انت أكيد على المستوى الشخصي متفاعل بيدي المباراة زي ما قولوا عايزين محتاجين توفير ربنا سبحانه وتعالى مع فريق الندل أهلي جمهور النهاردة وانت بتسألها الجميع النهاردة لا احنا جايين النهاردة نسان ادنازر الندل أهلي عارفين إن احنا دورنا مهم جدا احنا تشجيع منذ دية الأولى للدية تسعين تشجيع مستمر من الممكن الفوز يتأخر لكن الجمهور احنا مسندين مؤذرين لفريق الندل أهلي عارفين إن ده شوط أول ولسه فيه شوط تاني هناك في المغرب لكن مهم جدا ان احنا نحسن من هنا جماهير بتتكلم محمد تسأل الجمهور نتوقع فوزي الأهلي هدفين 3-4 فيه جماهير كبيرة جدا متفاعلة جدا محمد نسبة كبيرة جدا من الجمهور أطفال يا محمد النهاردة بسألهم يقولك الأهلي هيكسب 3 الجميع بيتوقع النهاردة تقلق لقهرباء لبيرستاء ولحسين الشحات واحد من الجماهير للنهاردة قال لي مروان عطية هيسجل للنهاردة فنتمنى إن شاء الله إن الفوز يجي بقى مروان أي لعيب موجود بيرستاء والشحات والكهرباء أي لعيب في أرض الملعب عمر السلية أيضا واحد من اللعبة طبعا أنت عارف اللي بيتميز بالتسجيل في المباراة النهائية في المباراة الأخيرة أيضا واحد من اللعبة المهمة جدا في النادي الأهلي أنا متفاعل يا محمد الجمهور متفاعلة إن شاء الله يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى في هذه المباراة بإذن الله آخر حاجة وأنا عارف أنت قطور رأيب شواء من الكواليس في نادي الوداد وعندك تفاصيل عن التشكيل والمدارب البلجيكي فاندر فوك ممكن يلعب إزاي هذه المباراة في ظل أن عنده غيابات قد تكون مؤسرة على أداء الفريق يعني خلينا أقول لك محمد أنه بقى ستة فريق للوداد كان وصلت للقائرة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي أدى الفريق تدريبين يوم الخميس والجمعة على الملعب النازل آلي في مدينة ناصر ثم تدريبه والأخير بالأمس كان على استاد القاهرة الدولي أشاده بيء الاستاد وأشاده بيء الأرضية الملعب استاد القاهرة طبعا المدير الفني البلجيكي طبعا عن ضم مجموعة أو يعني أبرز العناصر اللي بتغيب عن فريق الوداد في هذه المباراة طبعا الزهير الأيمن الجزائري حسين بن عيادة واحد من العناصر المهمة الفريق الوداد إلى جانب طبعا حارس المرمى ريدة تيجناوتي أيضا إلى غياب اللعبة عبدالله حيمود اللي طبعا يعني أجرى جراحة اللازئدة الدودودية ويعني أنا سأشاكه طبيب الفريق قالك أن حالته الصحية بقيت على ما يرامه طبعا أجرى العملية هنا في أحد المستشفيات القريبة من مقر إقامة فريق الوداد كلام المدير الفني البلجيكي مع اللعبين ضرورة الإغلاق المساحات أمام النادر آلي أشاد بقوة النادر آلي الدفعية وأشاد بقوة النادر آلي الهجومية قال فريق كبير ومرشح للبطولة طالب يعني اللي لعبته بالتزام بالمهام المطلوبة من كل اللعبين وضرورة إغلاق المساحات أمام المسلس الهجومي للنادر آلي المتوقع بالنسبة له حسين الشحات وبرستاوي كهربا دي أمور مهمة جدا من جانب المدير الفني البلجيكي خلينا أقول لك هو المدير الفني الرابع للفريق هذا الموسم غيروا المدير الفني أربع يعني أربع مدربين غادروا الفريق الوداد في هذه البطولة أو قادوا فريق الوداد في هذه البطولة لكن خليني يا محمد نفرد وننفرد من خلاله ومن خلال قناة النادر آلي بالتشكيل يعني تقدر طول التشكيل بنسبة 99% لفريق الوداد لهذه المباراة هيكون يوسف المطيع في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين أمين أبو الفتوح أمين أبو الفتح وأرسن زولة علي منهم أيوب العملود وعلى شمالهم يحيى عطية الله في منتصف الملعب السلاسي يحيى جبران جلال الدودي رضا الجعدي قدامهم مسلس جومي مكون من محمد ونجم زهير المترجي وبولي سامبو هداف الفريق وهداف البطولة برصيد 7 هداف ده التشكيل يا محمد اللي تقدر تقول بنسبة 99% اللي يعني استقر عليه المدير الفني البلجيكي كان عنده مفاضلة ما بين اللعب سيف بوهرة وزهير المترجي ولكن هو رجح زهير المترجي لخبرات زهير المترجي وأن زهير المترجي كان سبق لي أنه أهدف فيه شباك النادلالي في المباراة الأخيرة اللي جمعت الموسم الماضي ما بين الفريقين في مركب محمد الخامس إن شاء الله كل التوفيق طبعا لفريق النادلالي في هذه المباراة محمد ربنا يكرمنا في هذه المباراة ويشوت أول منه إن شاء الله بفوز مريح بإذن الله بإذن الله فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من محيط استاد القاهرة الدولي وكمان فاروق اتكلم على التشكيل المتوقع أو التشكيل الأقرب اللي ممكن يلعب به الوداد فكرة البدء بأرسن زولا المدافع القنغولي يمكن كان منبرح فيه أخبار كتيرة جدا جاية من المغرب إن أرسن زولا ممكن ما يبدأش بيتعرض لإصابة يمكن الإصابة اللي كان في الرأس ممكن ما تسمحلوش يبدأ هذه المباراة احنا طبعا نشوفنا دلوقتي في لقطات من التدريب الرئيسي على استاد القاهرة الدولي زهير المترج يبدأ ما يبدأش صامبو أكيد المهاجم الأساسي موجود يحيى جبران اللاعب الخبرة وكابتن الفريق يحيى عطوية الله البكريت والزهير الأيمن واللي شارك مع منتخب المغرب في كأس العالم يوسف المطيع اللي جاي من بعيد وظهر في هذه البطولة التشكيلة كلها معروفة ولكن مش هتكلم في تفاصيل التشكيلة كتير لأن في الآخر انت بتخطي تشكيلة وفي النهاية المهام الفنية أو قدرات اللاعبين هاي اللي بتفرط سيطرتها داخل أرضية الملعب لكن أنا مبرح حضرت وكنت حريص أحضر في استاد القاهرة المؤتمر الصحفي لنادي الوداد من وقع خبرات كده البسيطة والقليلة شوية من خلال كل المسابقات الإفريقية اللي حضرناه في السنوات الأخيرة ورحلات في العديد من البلدان الإفريقية المدرب البلجيكي لنادي الوداد يعني حاسس كده أن هو دايما عايز يصدر التصريحات تعمل بروباجندة إعلامية ما تكلمش في تفاصيل المباراة بشكل فني أو تكلم مثلا بشكل وقع أكتر حاب يرمي شوية تصريحات ممكن تعمل تريند على السوشيال ميديا لكن في نفس الوقت تصريحاته دي ما خدتش رد الفعل الإيجابي سواء حتى من الإعلام المغربي أو الإعلام المصري لأنه هو في تصريحاته مبارح في وسط الكلام كان بيرمي تفاصيل أو بيتكلم على كواليس فكرة الضغط النفسي فكرة خسارة بطلتين قبل كده فكرة النتيجة الكبيرة اللي ممكن مثلا يحقها في القاهرة وضرب بها المثل بنتاج إفريقية قبل كده الآن لما كمثلا بلاعب ساندوز التفاصيل دي ما حدش يهتم بيها ولكن تركيزه هو كمدرب وهو حتى صغير في السن ما عندوش الخبرات الكبيرة على فكرة الشو أكتر من الحديث على التركيز في الأمور الفنية أو حتى الحديث بشكل احترافي أكتر ما كانش واضح أكتر من المدرب البلجيكي بالمقارنة يحيى جبران يحيى جبران كابتن فريل وداد مبارح كان بيتحدث بشكل رائع جدا في كل تصرحاته سواء بيتكلم على زميله بيتكلم على فريل أهلي حتى لما تسأل على غياب محمد الشناوي اتكلم بشكل كويس جدا وقالك احنا مركزين في فرقتنا أي أن كانت غيابات الفريل المنافس فمن خلال التصرحات تقدر تقول المدرب مركز ولا مش مركز الآن ولا مش الآن كولر وتصرحاته وطريقته واصلوبه لا مدرب بيركز كويس جدا واخد باله من التفاصيل لكن في المقابل تصرحات مدرب الوداد هو صغير في السن فحب يعمل شو شوية في لطة التصرحات ولكن ما عملتش ردود فيها الإيجابية سواء في مصر أو حتى في المغرب لأن الناس كلها عارفة أن المباراة تحديدا بتتلاهب على أرضية الملعب أو أرضية الميدان مهما كانت التصرحات لن تكون لها قيمة إلا لما تشوف النتيجة بعد نهاية المباراة دي جزئية عايز أن تقل بالي فريل أهلي وخلال الساعات الأخيرة كانت في حاجات مهمة جدا داخل معسقر فريق النادي الأهلي أبرزها الشناو وأيمن أشرف مش موجودين في المباراة ولكن مع ذلك كانوا موجودين مع اللعبة واجتمعوا مع اللعبة وتكلموا مع عمر السلية وتكلموا مع علم علول تحديدا وجمعوا الفريق وتكلموا مع الفريق الشناو وأيمن مش في المعسقر ومش موجودين في الفندق ولكن كان لهم أكتر من جلسة مع اللعبة سواء مبارح أو حتى أول مبارح لما الفريق داخل المعسقر مساء يوم الجمعة اتكلموا على الدوافع اتكلموا على التحديات اتكلموا على ان اللعبة لازم تتصق في نفسها اتكلموا على ان فرقة الاهلي السنة دي او هذا الجيل بيلعب اربع نهايات متتالية طبعا مش هاوصل لالفين وسبعتاشر لان فيه اجيال اختلفت وفيه لعبة بطلت وفيه لعبة جات جديدة ولكن اخر اربع سنين الجيل ده تحديدا لعب اربع نهايات دوري ابطال افريقية فالدعم والمساند ده اللي ظهر من ايمن اشرف اللي ما دخلش قائمة الفريق منذ فترة طويلة ولم يشارك بشكل اساسي مع مرسل كلر ده ما بيحصلش الا في النادي الاهلي تبص على الشناوي كمان حارس مارمى النادي الاهلي والكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر نفس الامر دعم ومساندة والحديث مع مصطفى شبير والحديث مع علي لطفي ده كلام مهم جدا لازم ننقله لحضراتكم على نظار في الكواليس انبارح بالليل بقى السلية وعلي معلول اجتمع مع العيبة وتكلموا وعلى فكرة مثل هذه المناسبات الكبرى مش محتاجة كلام كتير ولكن فرصة التجمع ولم الشمل والحديث خاصة من اللعيبة اللي خارج المعسكر عن اللعيبة اللي داخل المعسكر بتبقى مهمة جدا لان في النهاية الكل بيبقى موجود على قلب رجل واحد دي اهم نوتوتين انا لمستقوم على المستوى الشخص من خلال متابعتي لاخر اخبار الفريق في المعسكر اللي بدأ مساء الجمعة الماضية اكيد فيه تفاصيل تانية وفيه كواليس تانية هنروح على طول الى فندق اقامة الاهلي مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الاهلي واللي عايش الحدث النهاردة من مقر اقامة فندق النادي الاهلي مساء الخير يا توفيق مساء الخير زميل العزيز محمد تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان اخر الاخبار عندك الفندق اكيد الدنيا هادية خالص الفرقة بعيدة عن صخب الاستاد وصخب العاصمة في القاهرة فاخر الاخبار والترتيبات وموعه التحرك الفريق إن شاء الله إلى أستاذ القاهرة والنهاردة وانت بتتكلم عن العيب أو حتى لما شفت نظراتهم ابتسامة تفاؤل يعني الأجواء عندك كده طمنا أول بول في البداية محمد يعني على بركة الله نهائي دور أبطال أفريقيا مباراة الزهاب 90 دقيقة في غاية الأهمية زي ما قالت مستر كولر المدير الفني للفريق 90 دقيقة هم اللي يفتحونا 90 دقيقة تانية بإذن الله في مباراة العودة الأحد المقبل إن شاء الله في مراكم محمد الخامس بكذابلانكا زي ما أنت قلت محمد دي عادة النادي الأهلي كل الفريق أنا كنت سامعك في المقدمة كل الفريق على قلب رجل واحد سواء أنت داخل قائمة العشرين لعب اللي هيلعبه المباراة أو كمان خارجها الهدف واحد وهو الفوز باللقب الإفريقي وتحقيق البطولة الحداطة عشر بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي الأجواء بقى محمد زي ما أنت بتتكلم وأكيد شفتها في مباراة كترة جدا ونهاياته ما أكثر نهايات يعني بتتكلم أننا بنلعب ده النهائي الرابع على التوالي وكلاكت تاني مرة طبعا أمام الوداد المغربي حالة تامة من التركيز يا محمد زي ما أنت قلت بالظبط فصل تام عن كل الأجواء اللي خارج مقر الإقامة هنا تركيز في التسعين دي عادة بشكل كبير جدا اجتماعات ما بين الجهاز الفني واللعبين ما بين اللعبين وبعضهم اللعبين طبعا الكبار لهم يعني دور كبير جدا مع باقي اللعبين تكلموا عن أهمية هذه المباراة الهدف الوحيد اللي الأهلي بلعب عشانه ومحمد تحيي نتيجة إجابية بإذن الله النهاردة تفتح لنا بإذن الله التسعين ديئة تانية زي ما مستر كولر قال وأكد احنا مباراة من شوتين تسعين ديئة هنا في القاهرة تسعين ديئة تاني في كذا بلانكة إن شاء الله نكون موفقين في المباراةين سواء هنا أو هناك وإن شاء الله النهاردة زي ما بلوك نقطو خطوة كبيرة محمد تحقق لنا إن شاء الله جزء كبير جدا من حلمنا وحلم كل جمهين النادي الأهلي وهي البطولة الحداشر بإذن الله الوجوه كل اللي عليها تصميم إسرار تركيز وطبعا بتفاقل وثقة بالنفس أنت بتتكلم في فريق آخر سبع سنين لعب ست نهاياتها محمد النهاي الرابع على التوالي فأعتقد أنت أكتر كل جمهور النادي الأهلي عنده ثقة زي ما لعبت النادي الأهلي عندها ثقة في نفسها إن إن شاء الله النهاردة يقدموا أداء أكثر من رائع يعملوا كل اللي عليهم كل الحداشر يعني الحداشر اللعبين يكونوا موجودين بلعب النهاردة يعني اللي أقدر أكد أقولك ما فيش لعب فيهم هيبخل بنقطة عرق واحدة كل واحدة هيلعب من أجل تشيرت النادي الأهلي ومن أجل اسم النادي الأهلي وجمال النادي الأهلي في كل مكان وبإذن الله إن شاء الله التوفيق يكون معنا وإن شاء الله نحق نتيجة تكون بإذن الله يعني خطوة جبيرة جدا في تحقيق اللقب بإذن الله يمكن الفريق النهاردة بقى محمد يمكن زي ما أنت قلت الفريق على طول من بعد سنوات كولوباترة كان الإعداد على طول للمباراة يوم واحد بس أجازة يوم الأربعة بعد كده خميس الجمعة طبعا كان التدريب الرئيس للفريق وبعد كده دخل معسكر مغلق يمكن على طول اللي الفريق مبلح تتم الساداته على السادة القاهرة وكان طبعا المؤتمر الصحفي ليه الفريقين ومن بعدها والفريق يعني خلط للراحة بشكل تامي هنا في فندق الإقامة يمكن على طول كمان الفريق بدأ يوم مبكرة أنا محمد يمكن الفطار كان ساعة عشر ونص بعد كده فترة الأكتيفيشن كانت الساعة 12 الغداء يمكن أن ننتهي منذ دقائق قليلة الغداء كان في تمام الخامسة إن شاء الله يعني دقائق قليلة وكمان هيكون المحاضرة الفنية اللي هيضع فيها مستر مارسل كولر آخر النقاط وإن شاء الله يكون موفق في كل حاجة هيقولها اللعبين واللعبين كمان تكون موفقا على أرضية الملعب في تنفيذ كل اللي يقوله الجهاز الفني ومن بعدها إن شاء الله هيبقى التحرك مباشرة لاستاذ القاهرة الدولي وأعتقد أن اللعبة النادي الأهلي هتلاقي أحسن استئبال من جمهور النادي الأهلي العظيم اللي أكيد هيكون الدعم الأول واللي يحتضن الفريق ويكون دعم ومساعد جدا للفريق النهاردة في تحقيق أهدافه ويخلي كل اللعب يحقق يعني منش بس 100% من مجهوده لا أكتر كمان 100% وإن شاء الله كلنا النهاردة محمد جمهور النادي الأهلي في الاستاذ وجمهور الأهلي أمام الشاشات وفي كل محكان في العالم النهاردة تكون ليلة سعيدة وجمهور النادي الأهلي يكون فرحان ومبسوط وتكتمل الفرحة إن شاء الله الأحد القادم بتحقيق اللقب الحضاشة محمد التحرك كده هيكون الساعة 7 توفيق هو التحرك على طول مستر مارسل كولر عقب انطلاء المحاضرة على طول بيكون التحرك فهو التحرك الطبيعي حسب البرتوكول المعمول من التحديد الأفريقيا هيكون الساعة 7 فأعتقد مستر مارسل كولر بيحب دايما يعني بمستر محمد مش في معاهده لا بيحابب إنه هو يخلص كمان التسكات اللي وراء قبل معاهده كمان فأعتقد إن احنا التحرك يكون على 7 إلى 5 إلى 10 بكتير جدا ممكن سويلة مررية كمان وإحنا قادمين على هنا على فندق الإقامة فأعتقد يعني من فندق الإقامة للاستاذ القاهرة بإذن الله مش أكتر من تلت ساعة بإذن الله ونكون داخل استاذ القاهرة عشان بقى نتمتع بجمعين نادي الأهلي اللي دابعا عكيد كلكم تابعين السوشيال ميديا شكله أكثر من رائع ولوحة فريدة جدا برسمة جمهور نادي الأهلي كعادته وإن شاء الله النهاردة يكون اللعب رقم واحد وإن شاء الله النهاردة يكون له دور كبير جدا مع اللعبين في تحقيق إن شاء الله الخطوة الأولى ونستنى إن شاء الله الخطوة الجاية إن شاء الله يوم الحد وإن شاء الله نادي الأهلي يكون بطل أفريقيا للمرة الحداشر بإذن الله خاصة إن زي ما أنت شاهد محمد جمهوري نادي الأهلي يعني مش هيقبل بقلم أنه في كاس العام الأندية المسلم للرابع على التوالي ممكن ربنا كافينا وكنا موجودين في كاس العالم السنة اللي فاتت برغم عدم فوزنا والبطولة ممكن إن شاء الله أننا السنة اللي يكون موجودين وجمهير نادي الأهلي تكون فخورة فريقة في كل مكان وإن شاء الله يبقى نادي الأهلي في المقدمة ويبقى دايما رقم واحد بإذن الله والله يتوفيق بينه وبينك إنت لو بتتكلم على كاس عالم أندية ده أنت كمان ممكن كمان يكون فيه سوبر إفريقي في السعودية يعني تخيل أنت الجماهير الأهلوية في السعودية لما الأهلي يا رب يا رب بإذن الله يجي لها مرتين مش فيه مناسبة واحدة الناس تتوقع ممكن تكون مناسبة واحدة كاس عالم أندية لكن تتخيل كمان ممكن كاس السوبر الإفريقي يكون في السعودية خلال الفترة اللي جاية فيبقى جماهير الأهلي في السعودية بقى انت عارف القرنفالة بس ازاي سربنا يكرمنا الاول بس في ماتش النهائي ده لان ده هيكون مؤاهل لبطولتين مهمين جدا وفي دولة عربية شقيقة وفي مكان في جماهير كبيرة جدا وعريضة جدا فاكيد الفيفا والاتحاد الافريقيا هيسعد بفكرة ان الشعبية والجماهيرية دي موجودة في قارة اسيا لفريق جاي من بطولة افريقيا ففيها تفاصيل كتير نخلي لكل حدث حديث وقتها ان شاء الله ولكن توفيعا عايز اتكلم في نقطة تانية مهمة انا اتكلمت على زيارة الشناوي وايمان اشرف اول امس ومبارح واجتماع علي معلول والسلية مع اللعيبة هل النهاردة كانت في زيارات عدد من اللعيبة القدامة موجودين النهاردة في الفندق ولا النهاردة كامل التركيز فبالتالي الامور كلها مغلقة على اللاعبين للتركيز في مباراة اليوم كامل التركيز زي ما انت قلت محمد الواحد وعشرين لعب لفقامة المباراة هم بس الموجودين في فندق الاقامة تركيز تام وزي ما قلتلك فيه فصل تام جدا يعني اللي خارج اصوار المكان الاقامة هنا الفريق ملوش علاقة بيه خالص الفريق مركز جهاز الفني مركز اللعابة زي ما قلتلك بتكلموا مع بعض في الجزء التحفيزي وكابتن سالة بتحفيزه جهاز الفني واللعبين زي ما انت قلت علي معلول طبعا الشناو طبعا وايمان ارشف عمرو السلية كل دي لعابة كبيرة بتتكلم مع اللعابين خضوا طبعا العديد بتتكلم في عدد كبير جدا من لعابة النادي الاهلي اقل عدد من نهايات خضوا يا محمد بتتكلم في ستها نهايات وفي ناس خلط نهايات اكتر من كده كمان فعاز اقولك من الجزء ده طبعا جدا تركيز تام زي ما قلتلك فصل تام جدا عن مخارج اللجوه المكان مقفول على اللعابين بالجهاز الفني تحفيز تركيز دراسة مستر مرسل كولر يعني اسهب كتير جدا في دراسة فريق الوداد المغربي اللعابين كمان اتفرجوا على فيديوهات كبيرة كل كبيرة وصغيرة في فريق الوداد المغربي اللعابين على دراية بيها شافوها بدل المرة عشرة وفي محاضرات مكسفة سواء مع الجهاز الفني واللعابين او كمان اللعابين مع نفسه بينهم وبين بعضهم اعتقد ان شاء الله يعني ينقصنا فقط توفيه ربنا محمد واعتقد النهاردة كل جميعنا دي هتكون مبسوطة وفرحانة وبإذن الله الفرحة كبيرة تكون زي ما وقتلك الحد المقبل بإذن الله رب العالمين بإذن الله الزميل العزيز محمد داتوفي موفد قناة الاهل الموجود حاليا في مقر اقامة الفريق قبل التحرك الى استاذ القاهرة لاخد اللقاء الزهاب النهائي دور الابطال بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإيضاحات وطمننا بنسبة كبيرة عن الاجواء داخل فندق اقامة النادي الاهل قبل مطلع الفاصل عايز اتكلم في نقطة مهمة جدا الناس كلها عملة تتكلم على التشكيل المتوقع هل كولر ممكن يغير يلعب بتشكيل مختلف يدفع بعناصر جديدة مركز حراسة المرمى الناس كتير عملة تسأل وبتستفسر وبتحاول تفهم ايه اللي ممكن يتم في مباراة النهاردة المعلومة اللي ممكن اقدر اقولها دون الخوض في اي تفاصيل فنية كولر من المدربين ما بيشتغلش بالصدفة يعني النهاردة المباراة الحد امت محضر القايمة وامت اشتغل الثلاث والاربع اللي فات بعد ما خلص مباراة سيراميكا كان محدد قايمة الفريق اللي هتاخد مباراة الوداد النهاردة الحد شوف مباراة السيراميكا كانت يوم الاثنين النهاردة الحد يعني لسه قدامه خمسة ايام الراجل خاد قرار وحدد القايمة واستبعد الشناو من دي وانه من اول يوم الشناو عارف دي نقطة النقطة التانية التشكيلة الراجل من اول ما تضرب من يوم التلات وحتى لما ادى اجازة في اليوم التالي اشتغل على التشكيلة الاساسية ومين ممكن يبدأ وممكن يقض والكلام كله منتهي عشان كده النقطة اللي انا مطمئن بسببها يعني ان فكرة التركيز على التشكيلة الاساسية من بدري فكرة التركيز على التشكيلة من بدري فكرة التركيز على لقاء العودة من بدري وانك تقول للشناو مباراة العودة مهمة ومحتاجة خبرات يبقى كولر عامل يعني مقسم المباراة لاجزاء كتيرة وعامل ان المباراة اللي هناك في المغرب لا تقل أهمية عن مباراة القاهرة فهم دربين يقولك إيه أكسب في القاهرة 3-4 وخلاص الموضوع انتهى لا كولر من المدربين اللي بيقسم أوقات المباراة بشكل كويس جدا فالتحضير ده سواء نفسي أو زهني أو فني مديني جرع التفاؤل زيدة فربنا يكرمنا النهاردة بإذن الله والشغل ده ربنا يكرم بإذن الله ويكون فيه توفيق حليف لفريق النادي الأهل إنه ممكن تشتغل وتكتهد لكن التوفيق لقدر الله ما يحلفكش لذلك النهاردة بإذن الله أبنى تمنى أن يكون التوفيق حليف فريق النادي الأهل اللي تعب جدا جدا في البطولة دي من أول يوم ومن أول منافسة مع التحدي المنستيري التونسي حتى اللحظة الأخيرة والمباراة الأخيرة مع الوديد الرياضي المغربي نخرج إلى فاصل ثم نواصل أجم الرسالة ممكن تتوجه لجمعير الأهل في هذه اللحظات أنتوا دائما السند والدعم أنتوا دائما لللاعب رقم واحد على فكرة قبل مبدأ الحلقة كان فيه تصريح مهم جدا لدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي الأهلي واللي قال فيه أنه بيصق ثقة كبيرة في جمهير الأهل الوفية وتعاونهم الكامل مع رجال الأمن والقائمين على التنظيم والظهور بشكل حضاري كعادتهم دائما في مثل هذه المواقف دكتور سعد قال كمان أن جمهير الأهل على مدار تاريخها معروفة بالالتزام والتعاون وعدم استحاب أي محظورات وإعلاء المصلحة العامة بما يحقق الدعم والمسندة الكاملة للفريق في مباراته المرتقبة أمام الوداد الرياضي المغربي مساء اليوم المدير التنفيذي للنادي الأهلي قال أن جمهير الأهلي لديها الوعي الكافي وتدرك جيدا أهمية المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانة القرى المصرية وأشار أن هناك تنصيقا كاملا مع رجال الدخلية لتوفير كافة الاحتياطات الأمنية لتأمين دخول وخروج الجمهير بالشكل الذي يحفظ سلامة الجميع كل التوفيق يا رب النهاردة للنادي الأهلي وجمهيره الوفية في الظهور والدعم والمسندة في لقاء اليوم بشكل كبير جدا من أجل الفوز بالشروط الأول استعدادا للقاء العودة بعد أسبوع إن شاء الله يوم الأحد المقبل في مركب محمد الخامس اللي أكيد هيكون فيه حضور جمهيري لا يقل عن 45 ألف متفارق طب نروحوا بقى لترند الأهلي وأكيد ترند الأهلي النهاردة فيه تفاصيل كتير قوي لأن الكل بيتكلم على موعد النهائي لقاء الختام لأعظم المسابقات الإفريقية دوري الأبطال البداية من حساب سبور تلتمائة وستين مصرية المارد الأحمر في مهمة لاستعادة كأس دوري أبطال إفريقية أمام حامل اللقب الوداد هو حامل لقب دوري الأبطال في النسخة اللي فاتت وبالتالي هي مباراة بتتقرر للعام التاني على التوالي ولكن الأهلي لا يفكر فيه ما مضى الأهلي يفكر في الحاضر وبالتالي دي نقطة مهمة جدا لإزالة أي ضغوط نفسية حتى الإعلام المغربي خاد باله من التفصيلة دي إنك ما بتتكلمش على اللفات عشان ما تحطش على نفسك ضغوط وده لأنك اسم كبير ونازي كبير فعمرك ما هتبص وراك دايما بتبص لقدامك عشان كده أنت جبت عشر دوري أبطال إفريقيا وما ركزتش حتى مع أي خسارة سابقة بل ركزت في اللي جاي عشان تقدر تتخطى كل ما فات حساب طلط نقل تصريح مهم جدا لمعالي الوزير السابق ونائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العامري فاروق قال إن نوجه طلب لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد وقال لا تأذو الأهلي بمعنى النهاردة الكل هيحضر هيساند هيدعم فيما معناها بنفس الكلمات اللي قالها دكتور سعد شربي المزير التنفيذ للنادي الأهلي الجماهير الوفية تقدر تشجع وتساند وأي حد ممكن يخرج عن النص أنا واثق بشكل مؤكد إن جماهير الأهلي هتكون موجودة هتكون أكتر الناس حرصا على إن المباراة تخرج بشكل جاي جدا حفاظا على الصورة الحضرية اللي دايما جمهور الأهلي بيرسمها في كل المسابقات الإفريقية والمحلية طيب حساب كورا بلسو بيتكلمه على التشكيل المتوقع وليس التشكيل الرسمي أتحدى حد يكون عارف دلوقتي التشكيل الرسمي إيه لأننا فتحت معظم المواقع وقرية التشكيل المتوقع الكل بلا استثناء مش قادر يقرب حتى ولو 90% من التشكيل اللي ألعب به مرس الكولر كورا بلس قالوا شبير في حراسة المرمى وكهربا يجاور تاو في الهجوم إليكم تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الليلة مصطفى شبير في حراسة المرمى علي معلول عبد المنع مياسر إبراهيم محمد هاني حمدي فتحي أليو ديانج مروان عاطية حسين الشحات محمود كهربا بيرسي تاو طبعا تشكيل متوقع ولكن بنسبة كبيرة غير صحيح الوطن سبورت كولر يفاضل بين ثنائي دفاعي في تشكيل الأهلي أمام الوداد المغربي والتفاصيل بالنسبة للوطن سبورت إن المفضلة ما بينه أن يبدأ بياسر إبراهيم ولا محمود متولي بجانب محمد عبد المنع وأنا بقول لكم كولر حسم قراره من يوم الأربع اللي فات يعني بنتكلم في خمسة أيام اللي فرقة بتتدرب على شكل معين وطريقة معينة وخط تدفع واضح ومحدد ولكن مش هنقول دلوقتي لغاية لما يعلن التشكيل بشكل رسمي طيب نشوف حساب يلا كورة التشكيل المتوقع ولكن للوداد ثلاثي هجومي تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة الآلة بنهاء دور الأبطال يوسف مطيع في حرصة المرمة يحيى عطيط الله أرسن زولا أمين فرحان أيوب العملود في جبهة اليسرى وسط الارتكاز يحيى جوبراوان كابتن الفريق جلال الزاودي أيمن الحسوني اللي ممكن يعوض النهاردة غياب عبدالله حيمون تشام أبو سفيان محمد أونجم سامبو بولي المهاجم السنغالي يعني بيقترب بنسبة كبيرة بالتشكيل قلت لي مين عنده انذار طيب حساب في الجول تاريخ مواجهات الآلة والوداد في دور أبطال إفريقيا هو الغياب الوحيد المؤثر في فريق الوداد نتيجة الانذارات هو حميد أحداد فقط حميد أحداد هو اللعيب الوحيد اللي عنده انذارات تمنعه من المشاركة اليوم ولكن كل اللعيبة اللي تمز إكروم أكيد طبعا متحين للمدارب البلجيكي ولكن يعني من خلال التشكيل اللي كان مكتوف يلا كرة ممكن يكون فيه تعديل في لعب أو اتنين في الجول بيتكلموا على تاريخ مواجهات الآلي والوداد في دور أبطال إفريقيا 11 مباراة الآلي فاس في أربع لقاءات التعادل كان في أربع لقاءات الوداد فاس في ثلاث لقاءات وبالتالي أين هي العقدة البعض لازي تحدث عنها في الفترات السابقة لكل بطولة لها ظروفها ولكن النتائج والأرقام كلها في صف الأهلي والتاريخ أيضا كمان في صف الأهلي ولكن الملعب أكيد ليه حسابات تانية حساب في الجول بيتكلموا على تاريخ الأهلي ولكن أمام الفرق المغربية في دور أبطال إفريقيا الآلي لها مع الأندال المغربية 23 مباراة الآلي فاس في 7 تعادل في 9 خسر 5 يعني الآلي كمان في الأرقام مع الفرق المغربية ومع الوداد الأهلي كعبو عالي بالمناسبة الأهلي سبق قبل كده فاس على الوداد في برج العرف في أسكندرية 2-0 والأهلي فاس على الوداد قبل كده في المغرب في ملعب مولايا عبدالله في الرباط 1-0 فالأهلي متمرس في الفوز على الوداد سواء ذهابا أو حتى إيابا في الفترات السابقة ولكن طبعا عشان المباراة النهائية هي المباراة الحاسمة فالنسبة تتذكر هذه المباراة حساب دوري أبطال إفريقيا عمل فوتو سيشن مع اللاعبين لكلاء الفريقين سواء في الأهلي أو الوداد يوم الجمعة اللي فاتت طيب حساب الرسم الكاف نشر نظرة كده على كواليس جلسة تصوير لعب الأهلي قبل ملاقات الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا في فيديو مهم جدا في هذا الحساب على الفوتو سيشن لللاعبين نطلع نشوفه بعد جدا نواصل ونكمل باقي تريند فرحة قاربا بالهدف يعني هزار مارس الكولر من الأمور اللي تدينا تفاول كبير جدا مش عارف لي عندي أحساس كده من قاربا النهاردة يحرز هدف ويحتفل بنفس هذا الاحتفال اللي عمله مع التراجي في رادس في تونس لما أحرز الهدف التالت للأهلي في لقاء زهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكولر من المدربين على فكرة اللي بيعرف نفسي نتعامل كواس جدا مع اللعيبة حتى في تصرحاته للمطمر الصحفي ما بيصدرش ضغوط بالعكس بطريقته بأسلوب يصدر ضغوط على الفريق المنافس طيب حساب كورة بلص وتصرحات مهمة للأستاذ وليد عبدالوهاب رئيس هيئة أستاذ القاهرة الأهلي والوداد الدرجة التالتة في أستاذ القاهرة كاملت العدد قبل ساعات من النهائي نهاردة الساعة أربعة تأكد رسميا من خلال الصور والفيديوهات اللي شفناها أن مدرجات الدرجة التالتة امتلأت عن آخرها بجماهير النادي الأهلي قبل ما يقرب من حوالي أربع خمس ساعات من مواجهة الوداد اليوم في نهائي دوري الأبطال بإذن الله إن شاء الله وإحنا معاكم كده أثناء الحلقة أو حتى من خلال البرامج المقبلة على شاشة قناة الأهلي هتشوفوا الآطات لحضور الجماهير وبإذن الله هيكون في حضور أخبر من كده وأنا واثق النهاردة إن أستاذ القاهرة هيكون كامل العدد فيما العدد المساحة اللي هتكون مخصصة لجماهير الوداد هيبقى فيه مساحة شوية عشان الترتيبات الأمنية طيب آخر حاجة معايا في تريند الآلي والوطن سبورت ماذا قالت صحف المغرب عن نهائي دور الأبطال بين الأهلي والوداد عقدة وثقر تحت عنوان الوداد لتكريس التفوق والأهلي للثقر موقع L.E.360 سبورت عمل تقرير مطول حول هذا الموضوع وأن المواجهة داخلها تحت إطار طموح استعادة اللقب من الوداد الآلي خسر في 2017 وخلص خسر في 2022 فبالتالي وما حسبوها تحت هذا العنوان عقدة وثقر ولكن الأهلي لا ينظر إلى مثل هذه التفاصيل وداد آل في المؤتمر الصحفي من محمد هاني ومن محمد مجد أفشا وعدد من اللعيبة محمد هاني قال مفيش حاجة اسمها فرقة كعباء علي على فرقة إحنا أبطال إفريقيا ولعبنا وخدنا البطولة دي عشر مرات قبل كده فمعما كانت الفرقة اللي بتلعبها ممكن لو كانت موفقة عليك مرة أو اتنين ولكن كعبك مش هيبقى علي لأن الأهلي في تاريخه عمره مخسر بهذا الشكل أكثر من مرتين تلاتة لذلك النهاردة إن شاء الله يكون فيه دافع مهم جدا آخر حاجة كمان هو سبورت الصحيفة المغربية قالت إن الأهلي والوداد يقتربان من لحظة الحزم للمواجهة الحاسمة وقالوا إن الفريقين يعرفان بعضهم على نحو جيد جدا والتقى في نهاية المسابقة للمرة التالتة في ست مواسم والثانية تواليا حيث تفوق الفريق المغربي أمام العملاق القاهير المتوج عشر مرات باللقب الموقع كشف عن وصول سعيد النصري اللي حرس على مؤذرة اللاعبين وكان موجود بالمناسبة بالأمس في المران الرئيسي على استاد القاهرة وأعلن عن مكافآت خيالية للاعبي الوداد من أجل الفوز باللقب الإفريقي الوداد عبر تاريخه لم ينجح في الوصول للنهايات والفوز باللقب الإفريقية إلا في عهد على فكرة سعيد النصري كل الرؤساء السابقين محدش قدر يعمل إنجازات بهذا الشكل في الفترة من 2016 ل2023 إلا الرئيس الحالي اللي بيرأس نادي الوداد الرياضي المغربي نروح للمشاركات والسؤال ترحناه في بداية الحلقة توقعاتكم للتشكيل والنتيجة كمان النهاردة في لقاء الأهلي والوداد استاد سيد بيقول فوز الأهلي 3-0 ولكن لما توقع التشكيل أستاذة نورة بتقول مش مهم الأسماء بس أهم حاجة نروح والقتال لآخر الثانية وأي 11 راجل في الملعب يبقى الناس مش مركزة في التشكيل بتتوقع النتيجة بشكل أكتر عشان تدعم الفريق أبو إياد وبسملة بيقول مساء الخير يا أستاذ محمد إن شاء الله الأهل هيفوز النهاردة بنتيجة تريحه في مطش العودة والتشكيلة هتكون كالتالي مصطفى شبير أو علي لطفي طيب خط الدفاع ياسر إبراهيم عبد المنعي محمود متولي خط النص ديانج حمد فتحي مروان عطية الهجوم كهربع سين الشحات تاو أبو إياد نسل بكات لحظت هاني ولحظت معلول ماشي طيب أحمد أنور بيقول التشكيل بالترتيب الحالي علي لطفي معلول هاني عبد المنعي متولي عطية ديانج السلية الشحات تاو شريف أحمد أنور ماشي نروح لأستاذ سامح شكرا خاص لحضرتك والأسرة البرنامج التشكيل الأساسي أولا لا شكرا على واجب طبعا التشكيل الأساسي شبير معلول ياسر عبد المنعي مهاني مروان عطية حمدي ديانج حسين قهربع تاو وإن شاء الله صفر اتنين للأهل الناس بتحول تقرب كده من شكل التشكيل أستاذ محمد سيد مصطفى شبير معلول منع مياسر هاني حمدي مروان أليو ديانج حسين الشحات برستاو كهربع صفر اتنين للأهل بإذن الله يعني يا أستاذ محمد قلشت معك في لاعب أو اتنين عموما هنستنى لغاية لما يورن التشكيل حوالي الساعة سبعة ونص فور ووصول الأهل إلى استاذ القاهرة الدولي في الختام نتمنى يا رب بإذن الله كاملة التوفيق لفريق النادي الأهل النهاردة وعين كانت النتيجة لسه في لقاء عودة ولسه في شوت تاني في المغرب والأهل عودنا أنه بيعرف يكسب خارج الزيار وبيرجع لبطولة أفريقيا خارج الزيار افتكر كويس 2006 2008 2012 2021 أمام كايزر تشيفز وبإذن الله إن شاء الله تكون البطولة 11 في 20 23 شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء